التسلج على الماء رياضة مائية مفعمة بالمرح تمزج رياضة التزلج على الثلج بركوب الأمواج وإضافة لمتعتها تعمل هذه الرياضة على تدريب الجسم على التوازن والتناسق العصبي العضلي وكذلك على التركيز في كييف نظم المتزلجون المحترفون معسكرا رياضيا لتدريب الأطفال فكان التقرير التالي لا تريد إميليا البالغة من العمر خمس سنوات أن تفلت مقبض التزلج تصرخ بكل حماس أن الوقت الذي خصص لها لم يكفها لإظهار كل ما تتقنه من تقنيات مائية يمكنني أن أفعل الكثير أن أبدل ساقي وأمسك بيد واحدة في المرة الأولى لم أكن خائفة لكن الثانية كانت مخيفة إلى حد ما أخيرا ومع تردد كبير تفسح إميليا المجال للبقية الأطفال من سن الخامسة إلى الرابعة عشر يتدربون في المخيم أليكسا هي الأقدم والأكثر خبرة تمارس التزلج على الماء من أربع سنوات أتقنت هذه الرياضة من اليوم الأول لم أجد صعوبة في تعلمها المدربون أصابتهم صدمة حين أدرك أني لم أمارس هذه الرياضة سابقا هي رياضة ممتعة وسهلة ولا تحتاج وقتا طويلا لإتقانها الميزة تكمن في قدرة الشخص على التوازن والتأرجح الجيد تعليم وتدريب هذه الرياضات الخطرة يتم من قبل رياضيين محترفين ليومين أو ثلاثا يتقن الأطفال الوقوف على الألواح أناستزية بطلة العالم للناشئين هي التي أتت بفكرة إقامة مخيم للأطفال بالنسبة للأطفال هذا أمر مثير للغاية وممتع لديهم يوم كامل مليء بالأنشطة واللعب هذا ما دفعني للتجربة ويبدو أنها كانت ناجحة فبسبب الحجر الصحي لا يوجد نشاط كاف للأطفال لذلك يحب الجميع المخيم بالإضافة إلى التزلج على الماء يقفز الأطفال على الترامبولين ويتدربون على تقنيات الوقوف على الألواح والمشي على الحبال ولعب ألعاب الطاولة وركوب القوارب نتزلج ثم نذهب للغداء ثم نتزلج من جديد يبدو أن الأطفال لا يكتفون من المتعة واللعب وهذا المخيم مستمر حتى شهر سبتمبر ترجمة نانسي قنقر